السلام عليكم و مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية من درس الاتصال الحصة الفايتة رأينا كيف ندرس الاتصال في نقطة او لا على اليمين او لا على اليسار اليوم ان شاء الله سنبقى في نفس السياق غيره سنخدمه واحد نوع من التمارين واحد الحالة خاصة من الاسئلة اللي دائما عندها علاقة مع الاتصال دالة في نقطة هذا النوع من الاسئلة من الاسئلة نقطة غير ادرس الامتحان الوطنية للمتحان الوطني ولكن في الفروض يتضع لنا رأيكم المؤية السؤال والاستخدام الفايتة يقول لنا جيدة الاتصال الفايتة أعطينا ما أنهما قمنا بتحديد نحن نعطينا بالدلا أصلا هي متصلة المطلوب هو قيمة المجهول أو المجاهل في المطلوب هو قيمة المجهول أ فدو سنك تساوي أ أريد أن نعرف ما هي القيمة أ علما أن الدلا اف متصلة في خمسة نرى ما يعرفكم الطريقة ديما ينطلق من المعطا الذي نعطينا كان تنطلق من المعطيات ما هو المعطى الوحيد و أهم المعطى الوحيد هو أن الدلة متصلة في خمسة ما سنكتب لهم؟ لأن الطريقة الجواب مهمة جدا سنكتب أن لدينا ف متصلة في خمسة هذه نكتبها بالعربية لدينا ف متصلة في خمسة إذن طالما تدلة متصلة ما سنكتب أن تكون متصلة في عدد؟ إذا كانت المعطى الوحيد لديك العدد ستقوم بصورة العدد هذه طالما تدلة متصلة في خمسة لأنها تعلم أنها متصلة في خمسة ما يعني هذا الشيء؟ يعني أن المعطى الوحيد لديك خمسة ستقوم بصورة الخمسة وهذا هو المنطلق ما سنكتب هنا؟ إذن لمت لديك خمسة ما ستكون متصلة؟ أنا أعرف ما ستكون متصلة لأنها متصلة في خمسة لأنها ستكون متصلة في خمسة وهذا هو المنطلق سألوم هنا ونقوم بصورة سنعود كل شيء بقيمتها لمت لديك خمسة سنكتبها كما هو مبت لديك خمسة ما هي خمسة؟ هي هذه الصيغة ديالتها نكتبها تماما الغاسين ديال اكس زائد خمسة زائد ربعات ناقص ثلاثة على اكس ناقص خمسة ما تصوى؟ ما تصوى؟ كمالي على المتساوية هذه تصوى هذه يعني هذا الليميت تصوى أفد خمسة ما تصوى أفد خمسة؟ هي A ما ندرنا من هنا رغير عوضنا هذه ما هي وما هي وحافظنا على المتساوية ما نفعل من هنا؟ ما نحن نحسن نحسن نحافظ ديالتها سوف تعطينا بطبيعة الحالة التعويض المباشر سوف تعطينا صفر على صفر هذا ما نفعله؟ سوف نضربه في المرافق هذه الليميت تصوى أفد خمسة ما سوف تعطينا؟ سوف تعطينا لول أسة 2 سوف يحيد الجدر ستبقى إكس زائد ناقص ثاني أسة 2 يعني ناقص ثلاثة أسة 2 ما هي ثلاثة أسة 2؟ هي تصعود مقسومة على ما؟ على إكس ناقص خمسة عامل لذلك المرافق ما هو؟ الجدر إكس زائد أربعة زائد ثلاثة المرافق فش ضربت هذا للفوق؟ هو هذا تعطينا لول أسة 2 ناقص ثاني أسة 2 بطبيعة الحال نحن نحوصة ثلاثة لكن هذا العمل كامل ما قلناك سوى؟ اتبعها تصوى أ لنحوصة ثلاثة أسة 2 نحوصة ثلاثة أسة 3 من المرافق أسة 4 ما سوف تقوم بطبيعة الحال نحوصة إختزال سوف تعطينا ومع المرافق أسة 3 ما سوف تبقى ثلاثة 1 أول تحت جادر إكس زائد ربعة زائد ثلاثة عشق لنا كتسوة كتساوي أ يودي بالإخوان شنو غادي نديرو غادي نعوضو هلو شوفوا معي شنوات عطينا واحد اعلاء حيث في عشق نعوض ما كنكتبش ماذا الليميت جادر خمسة زائد ربعة زائد ثلاثة عشق تساوي كتساوي أ تكافئ قلبهم دابا جيب لي أهو اللول أكتساوي غي قلبناهم واحد الفوق ها هي واحد اعلاء شحالي خمسة زائد ربعة تسعود وجدر تسعود هو ثلاثة زائد ثلاثة ستاديغ يعني الخلاصة شنو هي دابا حنا عرفنا القيمة ديالآ عكتساوي واحد اعلاء ثلاثة زائد ثلاثة هي ستا إذا القيمة ديالآ اللي كنكتبو عليها هي ستا وهذه هي الطريقة باش كنتعاملوا مع هاد النوع من الاسئلة اللي سيكون حطوم لكم الاساتيدة فلاسيري و سيكون احتمال كبير انكم تلقوهم في الفرد اللول ندوز المثال اخر لكي نضبط هذا شيء اكثر و نتعرفوا على حالات واحد اخرين اذا شاهدوا معي المثال الموالي نفس السؤال دائما علما ان الدالة متصلة في صفر نحدد القيمة ديالآ عدد ا اوكي؟ هنا الدالة قالوا لنا ودد ديترميني لفالور ديالآ ساعتون ان هذه الفنكسيون يستطيع ان نزغه متصلة في صفر نقلب على القيمة ديالآ الآ هذا المرة في كائن 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 وصد الفنكسيون سوف تقوم بكائن سوف تنطلق من نفس الموالي سوف تنطلق من نفس الموالي سوف تنطلق منه هو شئ؟ هو أن الدالة متصلة في صفر شاهدوا ما نفعله سوف نكتب ديالآ هنا و نقوم بسرعة دالة متصلة في صفر ما يعني هذا الشيء؟ طالما هي متصلة في صفر ما يعني الليميتها عند صفر سوف تسويه الصورة لصفر ماذا سوف تكون صفر سوف تقوم بكفي اليميت شيون الليميتها عند صفر سوف تقوم باrás صورة صفر تكالح مع الزييمتي و نائزها نبدأ منها. لذلك نقوم بكافئ ونحسب. للميت عند الصفر فدو اكس. ماذا هي فدو اكس؟ هي هذه. تضع الصيغة ديالها. اكس زائد جوج ناقص الجدر ديال الربعة زائد اكس وكاري لأ اكس. ماذا قال لنا تساوي فدو صفر. وماذا هي فدو صفر؟ هذه هي واحدة على جوج. تساوي واحدة على جوج. سوف نعوض هذه بشكونا هي وهذه بشكونا هي. ونكمل على هذه. لذلك اكس. شوفوا معي عفقكم. اذي ادرسنا وتستطيع تعويض مباشرة لان نفس المهم. سوف تعطيك جوج ناقص الحنزي. حتى نقص ربعة هو جوج ناقص جدر الربعة. وهي جوج ناقص صفر على صفر شكل غير محدد. ماذا سوف نطلبه بالمرافق؟ بطبيعة الحال سوف نطلبه بالمرافق الكل لفوق. بسي تكون لديه الجدر. نطلبك كذب ما سوف تضرب هذا للفوق في المرافق. ماذا سوف أعطينا؟ سوف أعطينا الأول آسي ناقص آخر آسي. ها هو الأول أس 2 X زائد جوج أس 2 ناقص الثاني أس 2 هذا أس 2 ستبقى 4 زائد X ولكن حيث مسبوقة بناقص ستبقى ناقص 4 ناقص X ها هي ناقص 4 ناقص X شوف شنو درنا الله يرضيع لك غي مشتلينا الأس مع الجدر بقات ربعة زائد X ستبقى ناقص 4 ناقص X مقسم على ماهو؟ على ماهو كان تحته هو AX ولكن عامل ماهو كان لديك المرافق فأنا أضربت هذا هو A و A ضربت A زائد B لذلك ستبقى X زائد جوج زائد الجدر زائد X كاري جيدا ماهو كان لديك المرافق ماهو كان لديك المرافق ماهو كان لديك المرافق يعني أنه كان لديك المرافق نكمل نحسب هذا بشيء بشيء لما نظروا هذه متطابقة هما نشرها يعني X و 62 زائد 4 X زائد 4 ناقص 4 ناقص X و 62 كلها على AX عامل X زائد جوج زائد الجدر زائد 4 X كاري ماهو كان تساوي؟ كانت تساوي 1 جوج هذا المتساوية هنا ستحفظة X و 62 ستحفظة 4 X و 4 ماهو كان لديك المرافق ستبقى 4 X ستبقى 4 X ستختار مع X ماهو كان لديك المرافق ستبقى 4 و التحت ستبقى A عامل X زائد جوج زائد الجدر زائد X و 42 ستبقى 4 X و 42 ماهو كان لديك المرافق ماهو كان لديك المرافق و كانت تحفظة X مع X فتحفظة فتحفظة 4 X و الى تحت ستبقى A عامل 0 X زائد جوج 4 X زائد 0 و 4 X هي جوج و ستساوي 1 X تكافئ جوج زائد جوج 4 X 4 1 X A جوج زائد جوج جوج كاربعة أماهو كان لديك المرافق لذلك الجواب النهائي مني واحد على ا كتساوي واحد على جوج يعني اشحال كيساوي غيكون كيساوي جوج وهاكا كنكونو لقينا لفالور ديال االي كنقلبو عليها علما ان هذا الدالة رغم التاصلة في العدد صفر نتمنى تكون الفكرة واضحة وندوس ديركتمن المثال الموالي اذا ف UNC نفهم الدائس في هذا المين يجب ان تكون الدائس المفهلاة فصיו Hindiعان اaju precious النهاية كما تعلمون��에же احدون فسبت ا ا ا و ب ألك تفضل لدام الزون Stand يعني كيف حشك بال作ف النظام لا من 0.3 قامت باعداد في وسط الانتغفال 0.3 سوف نأخذها متصلة فيهم كاللاحظة أصيب الى الدالة التي توجد هنا لديها 3 صياغ صيغة من 0.1 صيغة من 1.1 صيغة من 3 لذلك منطلق دائما رأي واحد منطلق غير هو قبل كاللاحظة القضية أنه في هذه الحالة سوف نعمل باستمرار باستمرار اضغوات واضغوات واضغوات فيها اتصال على اليمين ويسار لكي أعرفتها حيث كيف لم أشرح لكم في الحصة الفيتة فإن أعطاني الدالة لديها صيغة واحدة سوف نعرف باستمرار عادية بحالة جوجة الأمثلة التي تعمل من قبل ولكن فإن أعطاني الدالة لديها صياغة أكثر سوف نعمل باستمرار يعني اتصال على اليمين ويسار ماذا يبقى لي؟ يبقى لي غير نعرف نأخذ الأعداد التي ستكون متصلة فيهم حيث هي متصلة من 0.3 يعني أي عدد بغيتهم أنت مرة ستكون متصلة فيه ولكن ماذا سنأخذ الأعداد ونعمل بهم؟ لا كيف سنعمل؟ ما من الأعداد التي سنقول؟ سنطلق سنقول لدينا اف متصلة فيهم لكي نستطيع أن نعمل لكم أن نأخذ الأعداد التي سيصلاحها والتي سيصلاحها كيف سنعرفهم؟ نأخذ الأعداد التي ستشترك فيهم أكثر مثلا سنأخذ الأعداد التي ستكون متصلة في صفر وماذا هي متصلة في صفر؟ نعم لدينا صفر داخل هذا الانتغفال الذي ستكون متصلة فيه ولكن هذا الصفر هذا ما من الأعداد التي ستكون متصلة في صفر؟ هناك أحدها هي أحدها لذلك سنعرفها في الحقيقة فقط سأخذ الأعداد التي ستكون متصلة في صفر واللقاء لدينا أن يكون متصلة في صفر بمعرفة أحدها لذلك سنعرف أنها متصلة في صفر بمعرفة أحدها أحدها متصلة في صفر كما سوف نحصل بهم? الاشياء المتصلي بلاحظة في حال الرح شيء سوف نكون منذ بتحليل الاغvant . سوف نتصل على 1$ وлектار لذلك انه موقف هو الويسر ج Zen سوف نكون معي كيف يمكنكم كيف تداءدها نحن نستطيع أن نكتبه و نقوله أننا لدينا F متصلة في 1 لذلك لدينا F متصلة في 1 ما يعني هذا الشيء؟ التعليق بالإمكان alguna و إمكانة عن 1 ل cœur. وتعليق الأول إلا أنه إمكانها أحد هذا العدد من نتيجة من لمسر فلنقش يقف من فتا فتا سوف يكون المدعدة لفتا قريباً فتا سوف تقف من فتا دين بداية هذا يكอ appeal non-tit line هذا التطويل من أن قريباً لها الخليطة وانتسلم عن فتاة لفتا فتاة لفتا قريباً وانتسلم عن فتاة آخر لا يمكنتم التطويل من فتاة قريباً اذا سنقوم بادنا أيضاً كستشاهدًا سنقوم بساعد للمدائها سوف نعود ف , و سأعود لأن ف دائما لنا مجتمع شكرا لهم أما أنها أقرب مجتمع صغير من 1 قبل 1 قلب لدينا من الصغير من 1 وهذا المرة السرطة سنعود الآخر السفيدة جوج AXB سأتكلمت بكvida سأتكلمت بأن المجتمع عند 1 جديد سأتكلمت لها ما هي فدو اكس في واحد بلوس؟ واحد بلوس يعني كبر من واحد. هنا بلسك ال اكس الكبر من واحد. ها هي. يعني هذا الثاني. نعودها نحطة مما يعني ثلاثة اكس. والسي اثنان ناقص بي زائد ثلاثة ا. تكافئ. ما نقول؟ عوض. عوض لي بواحد. جوج في ا في واحد. ما كنت تعوض بواحد؟ اتنسيون. رأي ال اكس. جوج في ا في واحد. ما هي جوج ا في واحد؟ هي جوج ا. ا. زائد ب. كنت تعود. عوض لي عوض ثاني. ثلاثة في واحد. و سي اثنان. ليس حالي اثنان. هي واحد ثلاثة في واحد. هي ثلاثة. ناقص بي زائد ثلاثة ا. ما سنفعل هذا ؟ نقدر ان ننصف كل شيء في واحد طرف. أو ننزل لأب واحدهم. لي بواحدهم. ننظر ان نقلل مهم القليل. و نقلل حساب وصافي. مثلا نفطرده. سننصف كل شيء في الجهة. ما سنعطينا؟ سنعطينا أو ننصف كل شيء في هذا الطرف. بحال بحال. جوج ا ناقص ثلاثة ا. شوف. جوج ا ناقص ثلاثة ا. ما هي حال؟ هي ناقص ا. كنت تساوي ثلاثة. شوف. عندك هنا ناقص بي. صفت له هذا. هذا زائد بي. سيكون ناقص بي. يعني ثلاثة. ناقص بي. ناقص بي. هي ناقص جوج بي. اختزل لي بناقص. اذا اختزلت بناقص بي. ستجد ا تساوي جوج بي. ما هي حساب. شوف. كل واحد فيكم ستجدها من هذا الصدر. هذا الصدر كل واحد ستجد. ولكن كلكم ستجد ا تساوي جوج بي. ربما ذكرنا و سوف نرى الوثى معادت السasal سوف نقضي الأمر نكتب الفرنسية يعني هذا الشيء الذي نكتب الفرنسيه لكن نقوله بالعربية أننا لدينا F متصلة 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 في اثنان إذن طالما هي متصلة في الجوج ما يعني هذا الشيء؟ يعني متصلة على المنطقة وعلى المنطقة يعني المنطقة ستكون المنطقة على المنطقة يكونوا يساوي F ولكن لأن F لا يعطي لذلك سوف نقوم بها أصلا ماذا سوف نقوم بها؟ نحن نعود كل شيء في القيمة لذلك سوف تكافئ المنطقة عن جوج بلس لذلك المنطقة عن جوج بلس لذلك المنطقة عن جوج بلس جوج بلس يعني أنك كبير من جوج أين كبير من جوج؟ يعني في هذه عود لي هنا بجوج سوف نكتبها هو الأول ثلاثة على جوج A X زائد B في الجدر X زائد 2 كيف تقوم بلس يعني المنطقة عن جوج جوج يعني صغر من جوج ها جوج ها صغر من جوج ثلاثة X هو 2 ثلاثة X هو 2 ثلاثة X هو 2 5 4 ثلاثة X ثلاثة A ناقص B زائد 3A شوف ما سيطرح هنا يجب أن يكون هناك أختيزة جيدة عندك 3A هنا في هذا الطرف ستذهب مع 3A لأنه في طرف الأخر تختزلت ما ستكون لديك ستكون لديك جوج B تقوم بقم 12 ناقص B صفت هذا ناقص B الجهة الأخرى سيقول لي زائد B جوج B زائد B ما هي حالة؟ هي 3B ما ستقوم بقم 12 هذا 3B تقوم بقم 12 ما سوف نقوم بقم 12 بقم 12 أي 3B تقوم بقم 12 يقوم بقم 12 ويقوم بقم 12 نقوم بقم 12 سنقوم بقم 4 سنقوم بقم 16 سنقوم الابق سنعود A وأنتم سنقوم بقم 4A ناقص ثلاثة اللي كتسوى شحال ثمانية ناقص ثلاثة ألو فنالما كالقاو بالليل A ديالنا هو شحال ثمانية ناقص ثلاثة هي خمسة وهذه هي لفالور ديال A وهذه هي لفالور ديال B هكا كنكونو سالينا هاد لكزرسيس هذا نتمنى تكونوا استفتوا من الحصة ديال اليوم وعن تكون دابا فكرة ديال كيفاش كنتتعاملوا مع دوك الاسئلة اللي كيقولوا لنا فيهم نحددوا لفالور ديال واحد المجهول علما أن الدالارها متصلة في عدد أولا في مجال بطبيعة الحال هاد لنعودوا نخدمه إن شاء الله من ننسالي والدرس في الغيفيزيون جلوبال من هنا لتما نشوفكم في الحصة المقبلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته